اكد الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن انه سيتلقى قريبا اللقاح ضد فيروس كورونا بشكل علني وان خبير الامراض المعدية انطوني فوتشي اوصى بان يتم ذلك عاجلا وليس اجلا وابلغ بايدن الصحفيين قبر مغادرته الى جورجيا لمواكبة الحملة الانتخابية لاثنين من المترشحين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ افادت دراسة امريكية ان ما لا يقل على 570 الف من افراد اقلية الايغور المسلمة ارغموا على العمل في حصاد القطن في شينجيانج شمال غرب الصين في عام 2018 وهذا ما نفته بكين جملة وتفصيلة واكد مركز الابحاث الامريكي انه يستند الى وثائق صادرة عن السلطات الصينية نشرت عبر الانترنت وقال ان العدد الفعلي قد يكون اكبر بكثير تعافت سيدة اسبانية تبلغ من العمر 104 اعوام من مرض كوفيد 19 بعد حوالي عام واحد من اصابتها بمرض الانث الونزة وغادرت المعمر المستشفى وسط تسفيق وصيحات الفريق الطبي الذي رفقها طيلة فترة العلاج من اطباء وممرضات وموظفين يعملون في المستشفى وقال الجارو الاخندرو دي اونا طبيب المعمرة الاسبانية انها اصيبت بالتهاب رئوي حاد بعد اصابتها بفيروس كورونا اشتركوا في القناة